موسيقى بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس الأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وفي إطار تقوية الجهود الاستباقية والاحترازية التي تبدلها بلادنا لمواجهة جائحة فيروس كورونا 19 قامت القوات المسلحة الملكية بإعداد وإعداد وتجهيز مستشفيات عسكرية ميدانية منها المستشفى الميداني العسكري الأول بن وصر في وقت وجيز لا يتعدى ستة أيام تصل طاقته الاستعابية إلى 200 سرير منها 180 سريرا مخصصة للعزل الطبي والتكفل بالأشخاص المصابين بحسب حالتهم الصحية و20 سرير ضمن وحدة الإنعاج الطبي والعناية المركزة مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات ومخصصة للأعراض الخطيرة والمستعصية لهذا المرض يتوفر هذا المستشفى على طاقم طبي مكون من 13 طبيب متمثلين في طبيبين متخصصين في الإنعاش والتخدير طبيبين مختصاصيين في الطب الاستعجالي ستة أطباء هامون طبيب متخصص في العلوم البيولوجية وصيدالي هناك أيضا طاقم شبه طبي مكون من 73 ممرض وممرضة ومساعدين توجد إلى جانبهم واحدة دعم تضم 30 فردا مؤطرين بإداريين من مصلحة الصحة العسكرية نريد أن نشيد من هذا الجانب بالمجهودات الجبارة التي قامت بها مختلف مكونات المفتشيات العسكرية من أجل إنشاء وتجهيز هذا المستشفى العسكري الميداني الأول ومن بينهم مفتشية الهندسة مفتشية سلاح الإشارة فريق التموين العسكري جهاز درك الملكي والأمن العسكري فرق المصالح والخدمات الاجتماعية وكل الأطر المدنية والعسكرية التي ساهمت في إحداث هذا المستشفى كل الفرق والأطقم الطبية والشبه الطبية مجهزة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة جائحة فيروس كورونا 19 وللحد من انتشار هذا الوباء تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركال الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تم إنشاء المستشفى العسكري الميداني الأول كوفيد-19 بالنواسر لمكافحة جائحة كورونا وسيعمل المستشفى على استقبال مرضى المشخصين للكوفيد-19 يتوفر هذا المستشفى على قسم الإنعاش المكون من طاقم طبي وتمريدي عالي الخبرة والمتخصص في الإنعاش والتخدير كما يتوفر على طاقة استيعاب يتصل إلى 20 سرير إنعاش مزود بكافة تجهيزات الضرورية بما في ذلك أجهزة التنفس الإصطناعي 20 آلة لمراقبة دقيقة وآنية لكافة المؤشرات الحيوية جهاز الإيكوغرافية لتتبع التطورات الحالية عن كتب كل هذا سيمكننا من تكفل بالحالات المتقدمة والحارجة للمواطنين المصابين بهذا الوباء وبالتالي التصدي لانتشار هذه الجائحة في بلادنا نفيداً لتعليمات سامية لصاحب الجلالة قائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة تم إنشاء المستشفى العسكري الأول للقوات المسلاحة الملكية كوفيد-19 هذا المستشفى يضم مختبر يوفر مجموعة من الفحوصات على رأسها تحالي الدم والبيوكمية وبتقنيات حديثة مما يساهم بتتبع ومواكبة المرضى تحت العلاج خصوصاً مرضى العناية المركزة والإنعاج فيداً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لمكافحة جائحة كورونا قامت المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية تحت إشراف مصلحة الصحة العسكرية بإحداث وحدات بمختلف المستشفيات العمومية وكذلك المستشفيات العسكرية الميدانية داخل المملكة ومنها المستشفى العسكري الميداني الأول بنواصر كوفيد-19 ويكمل دور المساعدة الاجتماعية في استقبال المرضى وعائلتهم كذلك تقديم الدعم النفسي والبسيكولوجي والمعنوي واستهر في تلبية حاجيتهم بالتنسيق مع الأطور الطبية لهذا المستشفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر